يقدم مركز طب الأسرة بقرية الوصفية بالإسماعيلية الخدمة الطبية لأكثر من عشر قرى وما يقرب من 27 ألف مواطن وتعد رعاية الصحية الأولية هي العمود الفقري بمنظمة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة جهود متواصلة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في الإسماعيلية وخلال وقت قياسي تم الانتهاء من تطوير 32 مركز طب أسرة بمراكز وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز طب الأسرة بقرية الوصفية بالإسماعيلية أحد مراكز الرعاية الأولية التي شملها التطوير ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الخدمات المتاحة عندنا كمان خدمات وقائية زي التطعمات الكبارية للأطفال المركز عندنا يقدم خدمات ل27 ألف مواطن متوزعة لحوالي عشر قرى يقدم مركز طب الأسرة بقرية الوصفية الخدمة لأكثر من عشر قرى لخدمة ما يقرب من 27 ألف مواطن حيث تعد الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري بمنظومة التأمين الصحي الشامل إدارة المنتفعين هي إدارة مستحدثة في هائرة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل بتهدف دايماً لأنها تكون حلقة الوصل ما بين المنتفع ومقدم الخدمة ونتأكد أن المنتفع بيأخذ خدمته بأعلى جودة وما توجهوش أي صعوبات أو مشاكل ولو كده أي شكوة بيتواجه منها ونحاول نحل فارغة نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبهوده الكبير جداً والتطور الكبير مع هيئة وزارة الصحة وهيئة التأمين الشامل وأيمين بخدمات كويسة جداً جداً من الساعة 8 إلى الساعة 8 مساءً وبعد الحجز لكشف طبي وعبر الكول سنتر يتم تحديد الموعد المناسب لكشف طبي بأحدث الأجهزة والمعدات وتشمل خدمات المركز كلما يشمل صحة المرأة والأطفال مع تقديم خدمات الأسنان وتوفير العلاج المناسب للمواطنين ترجمة نانسي قنقر